خليلا نروح بعد كده لمقر اليوم السابع ومراسلتنا نورهان طوان عشان نتابع معاها عفوا أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المختلفة نورهان صباح الفل عليك وكل سنة وانت طيبة وأتمنى كانت أجازة سعيدة ولو ان لونك مش مدي ان انت صيفتي بس ماشي معاك أخبار مهمة جدا يمكن من اليوم السابع كمان تحديدا بنتكلم عن المركاتو مركاتو أوروبا والمانشستر سيتي العنوان كده بيتكلم الأكثر انفاقا في مركاتو أوروبا برقم 122 مليون يورو اتفاضلي يا نورهان يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وكل سنة وانتوا طيبين طبعا أجازة طويلة ويمكن انت دايما بتسأليني عن المرور يا نهواند وكان نفسي تسأليني النهاردة بالذات عن المرور لأن الوضع صعب جدا جدا لحقيقة في الساعات الأولى من صباح اليوم كان تقريبا كل الطرق فعلا كانت زحمة جدا طبعا الناس بتعود مرة أخرى للعمل وزي ما قلت احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم ويمكن أول خبر معنا مش خبر اليوم السابع زي ما ذكرت يا نهواند ولكن خبر الشرق الأوسط يعني إحصائية غريبة جدا عن الكرود الحمراء والصفرة في الدوري السعودي الشرق الأوسط عنوانة الخبر أو التقرير الدوري السعودي الثاني عالميا في إشهار البطاقات الحمراء حماس أم تهور التقرير زي ما قلنا اللي نشرته الشرق الأوسط صلت الدوء على عدد البطاقات اللي يمكن خرجت في الموسم الماضي للدوري السعودي وقال التقرير أنه خلال 240 مباراة في الموسم الماضي تم إشهار 992 بطاقة صفرة أما من ناحية البطاقة الحمراء فقد تم إشهار 61 مرة وده يمكن جعل الدوري السعودي الثاني عالميا في عدد إشهار البطاقات تاني خبر معنا من جريدة الرياضية السعودية بيدرو هدفي صناعة تاريخ الخليج إمانويل بيدرو طبعا المدير الفني الجديد لنادي الخليج الصعد حديثا للدوري السعودي في مؤتمر صحفي قال أنه هدفه صناعة تاريخ لهذا النادي الصعد يمكن كمان إمانويل بيدرو قال في تصرحاته من خلال العمل والاجتهاد نسعى لصناعة التاريخ في الخليج وسيكون ذلك من اليوم الأول وسأقدم كل ما لدي رفقة طاقمي المساعد واللعابين المضي قدما بالكيان كمان خلينا نفكركم أن بيدرو إمانويل يمكن درب أو دي التجربة الثالثة للمدير الفني في الدوري السعودي كان درب التعاون وتوج معه بكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2019 وكمان درب نادي النصر اللي قاده في فترة قصيرة في الموسم المنصار تاريخ خبر معنا بقى زي ما قلت يا نهواند من اليوم السابع ويهتموا جدا بمركاتو الصيفي وكمان الأرقام والإحصائيات منشستر سيتي هو الأكثر انفقا على المركاتو يمكن طبعا زي ما قلت يا نهواند بيتصدر فريق منشستر سيتي قائمة الأندية في القرى العجوز اللي صرفت على المركاتو الصيفي زي ما بيقولوا حول طبعا العديد من اللاعبين وعلى رأسهم إيرلينج هالند طبعا الصفقة اللي كانت منتظرة بقوة بالإضافة طبعا لحارس المارما ستيفن أورتيجا ديم أيضا من اللاعبين اللي ضموهم منشستر سيتي في المركاتو الصيفي الأخير كمان خلينا نقول لكم أول ثلاث أندية في القائمة منشستر سيتي يعني صرف 122 مليون يورو ليتز يونايتد 107 مليون يورو بينفيكة البرتغالي 104 مليون يورو أما آخر خبر معنا فطبعا عن ريال مدريد ولكل عشاق ريال مدريد ومن سكاي نيوز بعد أربع إعراض ريال مدريد يحدد مصير ميسي اليابان يمكن سكاي نيوز نقلت عن تقارير صحفية إسبانية عديدة أنه أخيرا ريال مدريد قرر تحديد مصير اللاعب كوبو القادم من نادي توكيو في عام 2019 للفريق الملكي بعدما نادي ريال مدريد أعاره حوالي أربع فترات لثلاث أندية كان أعاره لريال ميوركا ثم فيا ريال ثم ختافي وريال ميوركا مجددا وأخيرا قرر بيعه بشكل نهائي بدلا من إعراضه لريال سويسيدات طبعا حتى عام 2027 مقابل 6 مليون يورو وفقا لموقع فوتبول أسبانيا زي ما للكم سكاي نيوز نقلت عنه دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع شكرا لكم جدا وأعود إلى الستوديو تغطير رائعك العادة وبشكرك على طبعا موضوع المرور ترجمة نانسي قنقر